المشكلة التانية وهي النيوز بيبر سيلر والنيوز بيبر سيلر بروبلم زي ما قلناها وشرحتها في اول او وضحتها في اول المحاضرة الشخص دوت هيشتري مجموعة من الجرائد وهيروح يباحها فلما بيشتري مثلا على سبيل المثال يعني لو اشترى مثلا البيبر الوحدة ب33 سنت وهيباحها ب50 سنت يبقى هو بيكسب 17 سنت في الجرنان الواحد لما بيبيعه طب لو الراجل دوت مقدرش ان يبيعه يعني راح يشتري مثلا عشرة وباع منهم تمانية وتبقى معا اتنين في الاخرى يعمل بيهم ايه قال اللي اتنين دولت في النهاية حيبيحهم ايه يعني فين ايه زي زي خردة بقى بوائي يعني بقايا كده اللي هي ايه بيسموها السكراب اللي هي بيحها بقى ايه خلاص مش بتمنها بقى خلاص عادت مالهاش لها لازمة بقى اليوم خلص والبما اتبعش تاني يوم هينزل الجرنال جديد يوم باخبار جديدة خلاص ما عادش له لازمة بقى فبيبيعه بقى للناس اللي عايز استخدمه في استخدامات تانية غير انه رايعا فبيبيعه بخمسة سنت ومعنى كده ان هو قصر فيه اشترى ب33 وباعه بخمس فكده في خسارة لما يبقى معاه حاجة لغاية اخر اليوم بيخسر فيه ولما يجيب حاجة ويبعها في يوميها بيكسب فيه فهو محتاج لما يجيب حاجة يبعها يبقى دين مرواح مش محتاج ان يتبقى منه حاجة لانه لما بيبقى منه حاجة بتخسره فلو رايع اشترى عشرة باع اتنين وبقى معاه تمانية كده خسر مش احنا بنطلق له بقى اعلى مكسب ده احنا كده داخله خسر وفي نفس الوقت احنا محتاجين الراجل دوت ما يكونش بيشتري عدد قليل فييجي الناس تطلب منه يقول له خلصت يبقى كده بيضيع عليه مكسب بنسميه lost profit يبقى بتاع الاقتصاد لما بيجي يحسب لك بقى المكسب والخسارة والحاجات دي ما بيحسبها زي ما احنا بنحسبها كده بنيجي نقول ايه انت جبت بكام اشترت بكام وباعت بكام بتترحب من بعض لا الموضوع بيبلوء ابعاد اكتر من كده انه بيقولك ايه هل كان فيه فرصة ان انت تبيع اكتر فتكسب اكتر وما كانش معاك وما عارفتش تعمل الموضوع ده يقول له اه يقول له دوت كده يخصم من مكسبك دي خسارة عليك يا عملا ما خسرتش حاجة انا اصلا ما اشترتش ولا بيعت لا انا انت خسرت خسرت ليه لان الحاجة دي لو كانت معاك كان زمانك كسبت في كل واحد سبعتاشر سنت انت ما كانش معاك انت جبت عشرة طلعت السوق في الشارع لقيت الناس عايزة عشرين يبقى انت خسرت 17 سنت في عفع عشرة لانك عبيع العشرة اللي معاك وهيبقى الناس عايزة كمان قدهم انت مش ما اشترتش يبقى انت ده كده ده كده مكسب انت خسرته بيسمون لست بروفت لازم يغدخل معاك في العملاء الحسابية ما تتمشي طرح بقى انت اشترت عشرة وبيعتهم يا سلام 100 يبقى كل مرة بقى يروح يشتري عدد قليل وينزل يبيعه لأ لازم يحاول يوصل للعدد اللي الناس عايزاه ولا اقل ولا اكتر اقل يبقى يبقى فيه لست بروفت اكتر يبقى فيه حاجات هيشيلها هو بقى كده هيدفع تماما ونجيبه فعشان كده يبقى لازم يبقى فيه توازن وبيقول لي كمان ان عملية الشراء ما بتتمش واحد بواحد انت ما بتروح تشتري رحت على جريدة معينة عايز تشتري اخبار لك خد مثلا بالمجموعة مع بعض عشرة بعشر حزمة كده مع بعضها فيها عشر عايز تاخد منها كم عايز مثلا ستة يبقى خد ستة ستة فعشر يبقى ستين عايز تاخد مية يبقى خد عشرة فعشر يبقى مية تمام زي ما انت عايز ما ينفعش تقول له انا عايز خمستاشر انا عايز اتناشر فطبع يا بقى انت برضو لما بتعمل السيميليشن تبقى عارف الكونديشن ده موجود ولا لا عشان لما تسيميليت عدد معين من الجرائد اللي الرجل هيشتريها تبقى عامل حسابك انت حتسيميليت بكل الاعداد مفتوحة والتانيك تجرب بقى مرة عشرة او مرة احداشر مرتناشر ولا انت حتسيميليت على اعداد معينة زي عشرة عشرين تلاتين اربعين وهكذا وكمان نوع اليوم ونوع الاخبار اللي موجودة في اليوم دوت بتفرق معك كتير في عملية البيع يعني لما يكون في مصيبة حصلت فدي بنقول عليها جود نيوز يعني حاجة بقى ايه الجرائد هتتبع كلها هتخلص كلها ففي الحالة دي هتبقى ايه يبقى هو كده عامل حسابه ان في اليوم دوت بتاع الشرة والدماند والطلبات على الجرائد هتبقى عالية انما في يوم تاني تلاقي مفيش حاجة حصلت اليوم كله بدأ وخلص وما فيش اي اخبار حصلت ولاي حاجة جرائد تاني يوم تلاقي مبتتبعش في حدث مهمة قوي بقى مش عارف ايه حاجة كبيرة حصلة فتلاقي جرائد تاني يوم بتخلص على طول كلها يبقى في تصنيفات لنوع الاخبار في جود وفي فير وفي بور جود دي بنسبة قد ايه فير دي بنسبة قد ايه بور دي بنسبة قد ايه دي ديستريبيوشن ادي ديستريبيوشن انا بقى ممتدولك في السؤال اه بمتدولك في السؤال بس طبعا زي ما قلتلك كل الحاجات اللي انا بمتدولك في السؤال ديت في في البعد كده او في الحقيقة انت بمفروض بتبقى ده كله من خلال ديستريبيوشن معينة ستاندرد ديستريبيوشن فانا اعتبر ان الجود مثلا نسبته خمسة وتلاتين في المية والفير خمسة واربعين والبور اشري يبقى احنا دلوقتي عندنا تلات انواع من نوعية الحدث نفسه جود وفير وبور ده نوع الخبر ونوع اليوم يعني نوع الاخبار اللي في اليوم بنسب معينة النسب زي ما هي مكتوبة قدامنا كده دي جيفن طيب ماشي وانا بعد كده عبتدي عايز انا عايز بقى اعمل ليه انا عايز احدد بتاع اللي الراجل المفروض يشتريها يعمل لها برشيز عشان خاطر يبيحها بعد كده طب احنا حددنا البرابلتز بتاعة الاخبار اللي هي جود وفير وبر مفروض ان انا احدد بعد كده مين اعمل لهم الكوميوليتف ومن الكوميوليتف اطلع الراندم نمبر واحدد انترفل لكل حدث او حجم التلاتة ان الجود دوت هيبقى من واحد لخمسة وتلاتين والفير ده هيبقى من ستة وتلاتين لتمانين والبر ده هيكون من واحد وتمانين لصفر فحددت بناء على الكوميوليتف واتأكدت ان التوزيع دي صحيحة والدستريبيوشن ده صحيح كده يبقى انا علشان اعرف الخبر بتاع اليوم دوت نوعه ايه من التلاتة دولت يبقى بعمل اه 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 او بعمل اه اه الانجينيريت لراندم نمبر واروح اشوفه فقا انه جزء من التلاتة دول وبناء عليها اروح اختار هو النوع الاخبار النهاردة هيكون ايه هيكون كذا ولا كذا ولا كذا طب اينا محتاجه تاني كدستريبيوشن محتاج اعرف الديماندد زي ما زي ما زي ما عرفت برضو قبل كده الطلبات في المغزن كتقد ايه الناس اللي هتطلب كتتوزيعات هتقد ايه هنا برضو الديماندد هتكون اربعين وخمسين وستين وسبعين وتمانين وتسعين ومئة يبقى دي احد احد الاختيارات دي هيكون ان الطلب من الناس عايزة تشتري العدد ده في اليوم ده طب هل الطلبات دي هتبقى كده لها توزيع واحدة قال لي لأ دي كأنها جماعة عاملة زي تلاتة سيرفر كده فاكرين التلاتة سيرفر لما كان بيبقى ليهم كل سيرفر له ديستريبيوشن او سيرفيس طايم لوحده قال لي اه هي زيها كده بالزبط ان على حسب النوع بتاع الاخبار في اليوم ده على حسب الطلب ما حيتغير يعني لو قال لي مثلا على سبيل المساء لو اعتبرنا ان احنا بنتكلم على الجود نيوز قال لي احتوني التوزيع ازاي قال لي هتبقى تلاتين في المية حنبيع اربعين وبنسبة اه اصد تلاتة في المية حنبيع اربعين وبنسبة خمسة في المية حنبيع خمسين وخمستاشر في المية حنبيع ستين وبعشرين في المية حنبيع سبعين خمسة وتلاتين في المية حنبيع تمانين خمستاشر تسعين سبعة في المية حنبيع مية يبقى ده في حالة لما يكون الاخبار جد لما تكون الاخبار فير هنبيع ازاي قال لي هيبقى 10% هنبيع 40 18 هنبيع 50 بس خلي بالك هنا بقى فيه 0% هنبيع 100 عمره ما هيبيع 100 لما يكون هو الاخبار فير مش هيبيع 100 دي غير في حالة لما تكون الاخبار جد وحيبيع بنسبة 7% طب البور قال لي هنا هتلاقي الرقام اللي في الاخر صفار ده معانا ان هو عمره ما هيبيع 90 ولا عمره هيبيع 100 يعني توزيعة المية في المية متوزعة على من 40 ل 80 فاكرين برضو زي ما كنا اخدنا 2 سيرفور بالزبط كان فيه سيرفور كده بيخلص اوقاته 2 3 4 والسيرفور الثاني كان 3 4 5 فالاولاني عمره ما بيوصل للخمس لانه سريع الثاني عمره بيوصل للاثنين لانه اسرع حاجة عنده هي الثلاث فكان التوزيع بتاعتهم مختلف انه نفس الكلام بس بدل ما عمل لك ثلاث جداول حتتهم لك مع بعض في جدوى الواحد واللي كان ملوش يعني لما لقيت العمود ملوش في الديماند دي في حطيت البرابلت بتاعته صفر يعني هو مستحيل يبقى يبيع ال 900 هنا وهنا مستحيل يبيع ال 90 ومستحيل يبيع 100 وكده بقى اصبح عندي برابلتز لعدد الديماند عدد الطلبات بتاعت كل يوم بناء على على نوع الاخبار النهاردة جود ولا فير ولا بور يبقى محتاج ان انا اعمل برضو كوميلاتف ديستريبيوشن لكل واحدة من التلاتة يبقى حاجيب الجود واعمل لها اللي هي كانت تلاتة خمسة من مية خمسةzej عشرين خمسة وثلاثين اوم جاي اعمل لهم الكوميلاتف فهنبدأ بنفس القيمة ازود عليها خمسة من مية تبقى تمانية في المية ازود عليها خمسة اشر تبقى تمانية ازود عليها عشرين تبقى تمانية واربعين ازود علىها خمسة وتلاتين تبقى تبقى تمينة وسبعين انسوق لغاية موصل للواحد وهروح في نفس الكلام للفير ونفس الكلام لالبور وقبل ما خلص الكوميوليتف بتاعة الجود او بجاعة اعمل لها الايه الراندم نمبر يبقى هنا من واحد لتلاتة عشان هنا منتاعا تلاتة هنا من اربعة لتمانية هنا من تسعة لتلاتة وعشرين هنا من 24 لتلاتة واربعين لغاية موصل من اربعة وتسعين لغاية الصفر خلصت كلا الراندم نمبرز والانتيرفلز بتاعتها اللي هتجيب لي توزيع الديماند في حالة نعمل نفس الكلام مع الفير نجيب الكوميوليتف بس ناخد بقى لما جينا نجيب الكوميوليتف هنا جينا نجمع هنا على الصفر فلقينا الواحد بقى واحد زي ما هو هلا اكتب هنا واحد واكتب هنا واحد قال لي لا خلاص لو وصلت للواحد ده مانوش لازمة بالنسبالي خلاص ده مش ده مستحيل الحدوث الرقم 100 ده في الديماند في حالة الفير برابلتي بتاعته صفر يبقى هو هنا مستحيل الحدوث يبقى أنا مش محتاجة اكتب هنا حاجة خالص مش هانا اصلا عمري مع بيع 100 مش محتاجة ان انا دخل المية تبع الانتيرفلز بتاعتي من الارقام يعني محتاجة اوزع الارقام العشوائية كلها من 40 ل 90 مش محتاجة ان انا ادي للمية ده ولا رقم فبناء عليه رح تماسح المية التانية دي وبدأت اعط الارقام العشوائية من 1 لغاية 0 فعلا او من 0 ل 99 ل مين للارقام اللي هي من 40 ل 90 والمية هنا ما اخدش حاجة خالص لانه برابلتي بتاعته صفر هروق للبور نفس الكلام هلاقي هنا ايه اللي حصل الاول لما وصلت للواحد ابتدت يجمع عليها صفر بقت واحد يجمع عليها صفر بقت واحد وانص ان انت وصلت للواحد خلاص يبقى اللي بعدها ديت انا مش عايز اكتب تنسحهم لان انا مش عايز اديهم ارقام عشوائية اصلا لانهم البرابلتي بتاعتهم الصفار يعني مستحلين انه يجو اصلا مستحل يبقى 90 ومستحل يبقى 100 في حالة البور نيوز وبناء عليها اوزع الارقام العشوائية بتاعتي في الفترة اللي هي من 40 ل 80 زي ما العام وفي هنا ما فيش وانا ما فيش كده بقى عندي جدول واحد بدل ما عمل 3 جداول عملت جدول واحد حطيت فيه كل الاندم نمبرز اللي تعبر عن الديماند بس وانس بقى اننا لما اروح ادور هنا ولا اروح ادور هنا ولا اروح ادور هنا لازم ابقى محدد الاخبار بتاعتي النهاردة جد ولا فير ولا بور عشان اروح ادور في حاجة من التلاتة يا العمود ده يا العمود ده يا العمود ده وده اللي احنا هنعمله دلوقتي طب بعد ما نعمل الموضوع ده هنقيس البروفيت بتاع المكسب الراجل ده ازاي زي ما كنت باشرح لكم من شوية اول حاجة هو بعد الوقتي حاجات بمئة جنيه او بمئة دولار يبقى ده بنسمين العائد اللي جالي او الدخل اللي جالي من اليوم ده خلصت اليوم طلع لي فلوس كزا بقى معايا فلوس كزا هو مجاي طرح منها الفلوس اللي انا اشتريت بيها الجرائد اصلا من الاول مش انت روحت اشتريت الجرائد الصبح بمبلغ معين وبعدين بيعتها فبقى معاك مبلغ هتطرح ده من ده ده اول حاجة دي اول ستب خلاص كده ده اللي احنا كنا بنعمله قال لي لا انت لازم بقى تكمل تعمل ايه هل كان في حاجة مطلوبة منك وانت ما قدرتش توفيها يبقى فيه لوسط بروفت يبقى ده اللي بنسمينه لوسط بروفت لازم تطرحه راخر تطرحه من الفلوس اللي معاك ازاي يا عمي يعني انا يبقى دفع 100 جنيه الصبح وبقى معايا 500 جنيه واجهي اقولك انا انا كسبت 400 لا ده دي الحزبة بتاعت نحن مش حزبة الناس بتاع الاقتصاد خالص هم قال الحزبة بتاعتهم ايه يقولك لا هو انت في اليوم ده كان ممكن تكسب حاجة غير الخمسمية قال لي اه لو كان معايا كمان كنت جبت 100 كمان يقول لي لا اطرح بقى المية دي من الربعمية اللي معاك يعني انت كده مكسبك 300 بس مش ربعمية بقى انك في ايدك فعلا ربعمية بس مكسبك حسبيا هو 300 بس لانك كنت ممكن تزود الايه المية دي لو كانت معاك فلازم نطرح اللوست بروفت دي من اين يبقى ناقص تاني وكأنك دفعتها بس انت ما دفعتهاش انت دفعت فعلا دي وانت بتشتري الحاجة بتشتري الحاجة الجرايط دفعت دي فلازم تطرحها ده طبيعي وده ده الفلوس اللي معاك فبتطرحها منها طبيعي برضو انما دي مش طبيعي لا دي برضو طبيعي لان انت كان فيه مكسب ممكن تجيبه زيادة عن تنطلب زيادة وما كانش معاك فتطرح حكمته من هنا عشان بعد كده تبقى تاخد حسابك ان انت تبقى الحاجة دي تبقى موجودة تبقى بصفر دايما مفيش طلب يجيلك زيادة وانت ما يكونش معاك معاك الحاجة دي تبيع منه وإلا كان كل واحدة يستسل بقى ياخد عدد معين ويروح يبيعه ويخلص منه ويروح ويقول كده خلاص انا كده بكسب كل يوم لا انت بتكسب بس مش بتكسب المكسب الاوبتيمال مش بتكسب اعلى مكسب بتكسب مكسب بس مش هو دا افضل مكسب ممكن تكسبه افضل مكسب عكس هحسبهولك لما عوض في الحزبة دي مش في الحزبة بتاعتك انت الاولانية الحزبة دي على بعضها كده وهطلع لك هنا البروفت يبدأ اعلى بروفت طب كمان بنضيف هنا زائد زائد ايه قال لي بقى الحاجات اللي انت كنت اشتريتها وبعد كده بقى تقنقاط بالنسبة لك وبيعتها خردة انت اشتريت الجورنال الصبحي ب33 جيت تبيعه عشان تبيعه ب50 ماتبعش خالص فاتطردت تبيعه ب5 في الآخر فاخسرت فيه بس على اقل انت رجع لك 5 سنت احسن من بلاش احسن ما ترمين في الشارع يبقوا بصفر فالكويمة دي فلوس جات لك برضو فبتضفها فلوس جات لك فانضفها الحزبة دي كده يا جماعة بتطلع لمين البروفيت المفروض ان انا اوصل الراجل ده انه ياخد اعلى بروفيت لمدة ايام معينة يعني لو قلنا له احنا عن شغل السيميليشن عشرين يوم ونحسب له البروفيت على مدار العشرين يوم دول وكل يوم نسجل نعمل ريكورد للبروفيت اللي بيجي بنفس الكويمشن اللي قدامي دي واحسب البروفيت في كل يوم في الاول في التاني في التالت في الرابع وفي النهاية احسب له هو المكسب بتاعه على مدار العشرين يوم كان كام وارجع عيد السيميليشن تاني واقول له بدل ما تشتري مثلا ستين جورنال اشتري سبعين وهنعيد التجربة دي تاني على عشرين يوم تانيين ونشوف المكسب في النهاية هيبقى كام واقول له بدل ما تشتري سبعين اشتري خمسين اقلل شوية وهنعيد التجربة دي تاني ونحسب البروفيت هيبقى كام وفي النهاية بعد كذا مرة اقدر ان انا اوصل للأوبتيمال نمبر اللي اقول للراجل ده وانت مغمد كده روح اشتري سبعين وتبقى عارف ان ده كده هيحققلك اعلى مكسب انت هتكسب اعلى مكسب من اشترائك للسبعين على مدار العشرين يوم دور تمام وطبعا لو كترت بقى الايام وكان الارقام هتتغير فهتطلع معك نتيجة اضك كمان فالجدول بيكون شكله كده وده هنمشي دلوقتي يعني خطوة بخطوة وده يكون اخر حاجة ان شاء الله في الجزئية دي فاحنا هنعتبر ان احنا الراجل ده هيشتري سبعين هنقول له اشتري سبعين وهنعمل السيميليشن لمدة عشرين يوم وعايزين نجرب نشوف المكسب بتاعه هيبقى كام ولو انت عايز تقيد اللي انا عملته ده تاني وتغير السبعين دي تخليها ستين وتشوف المكسب هيبقى اعلى ولا اقل من السبعين يبقى حاجة كويسة ولو واحد عمل برنامج هيقدر يغير السبعين والستين دي بتاكد زرار اسمه number of newspaper مساويه بسبعين يطلع يغيره يخليه ستين يخليه خمسين يخليه اربعين يخليه تمانين ويعمل مقارنة ما بين الارقام ما بين ال profits اللي كان بيطلع المكسب بتاع السبعين كزا وبتاع الستين كزا وبتاع التبانين كزا ويبقى هو قدامه كل حاجة هو ده السيميليشن يا جماعة هو ده فائدة السيميليشن هو ان انا اعمل حاجة تسيميليت عدد كبير من التجارب واعمل run كزا مرة وطلع نتائج وسميليت النتائج دي قدام عناية وبتدي اشوف وانه كان احسن حاجة وبتدي اختارها وطبقها بقى في الحقيقة في الواقع طب هنا الراجل ده لما هيشتري سبعين الكوست بتاعهم كم قال لي سبعين في 0.33 33 سنت اللي هو هيبقى 33 من 100 دولار يبقى كأنه بيشتري ب 23 و 10 سنت 23 دولار و 10 سنت يبقى ده المبلغ اللي هو هيدفعه من جيبه علشان ياخد من الشركة السبعين جورنار اللي هيروح يبيحه طيب ماشي يبقى ده انا بس واخدين بنا بالحتة دي لو جينا نبص على السيميوليشن تيبل كده اول حاجة طبعا الايام دي خلاص واضحة يوم اول يوم تاني يوم تالت تاني حاجة هي ايه قال لي ده اللي هي نوع الخبر بتاع اليوم النهاردة انا عندي تلات انواع جود وفير وبور حيروح يطلع راندم نمبر الاول عشان من خلال الراندم نمبر دي حدد نوع الخبر النهاردة هو ايه جود ولا بور ولا فير ولا ايه بالزبط انه نوع من التلاتة العمودين اللي بعديهم بيحدد الديماند الديماند ده ما تحددوش غلما تحدد الاول نوع الايه لازم الاول تحدد نوع الخبر النهاردة ايه علشان تروح تدور بالرقم العشوائي في الديستريبيشن بتاع الخبر ده بتاعة اليوم ده بتاعة الجود او بتاعة الفير او بتاعة البور ما تروحش تدور في اي واحد وخلاص عشوائي يعني فانت الديماند ده حيتحدد براندم نمبر برضو بس الراندم نمبر ده حنروح ندور فيه ندور فين على حسب نوع الخبر اللي تحدد في الخطوة اللي قابليها على حسب ما انا هروح ادور في بتاعته حددت الطيب اوف نيوز وحددت هتروح تشوف هنا ايه اللي هو العائد بتاعك المبلغ اللي انت كنت مثلا معك سبعين انت رايح معك سبعين احنا اعتبرنا ان انت رايح معك سبعين بيعتهم كله ليه قالك الديماند هنا سبعين كان الناس عايزة سبعين يبقى تضرب السبعين في الخمسين سنت او نص دولار يطلع لك المكسب بتاعك العائد بتاعك اللي انت بيعت به ده عائد بتاعي انا بيعت كام الواحد بيكان بخمسين بنص دولار او بخمسين سنت اضرب العدد اللي انت بيعته في التمن تطلع لك الفلوس اللي معك اللي انت جمعته طب هل حصل ده ده مهمة جدا ده مهمة جدا تبقى واخد بالك منه ان انا دلوقتي كان معايا سبعين يبقى عندي قال لي يبقى الطرح بتاعهم اللي هو العشرين العشرين تضربها في قد ايه تضربها في ثمن الجورنان ولا تضربها في ثمن ما انت بتبيع قال لي لا هضربها في ثمن المكسب بتاعي انا كنت مكسب في الجريدة الواحدة 17 سنت انا دلوقتي الناس انا كان معاه 70 رحت السوق نزلت لقيت الناس عايزة 90 بيعت طبعا السبعين ده مبدئيا بيعت 70 يبقى ضربت 70 في 50 خلاص ده 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 الريفينيو بتاعي ده اللي معاي انما دلوقتي كان فيه عشرين عايزين وانا ما كانش معاي ده يبقى لصو بروفت بالنسبة لي مكسب ضع علي المكسب اللي ضع عليك قد ايه هو قيمة المكسب تضربه في العدد مش قيمة الجورنال بقى انت شريب كزا تضربه لا تضرب قيمة المكسب في العدد فالمكسب كان قد ايه كان 17 انت بتشتري ب33 ويبيع ب50 اتراحهم من بعض يبقى يديك السبعتاشر يبقى ده المكسب بتاعي يبقى 50 ناقص 33 يديني 17 اللي هو مكسب الجريدة الواحد فيه كم جريدة بقى راحوا عليك 20 يبقى ضع علي 20 في 17 سنت دول كده رحت علي بعد كده طب انا كانت جايب 70 وبعدين بعت 50 اتبقى معايا 20 اعمل بيهم ايه بقى هروح ابيحهم بقى ايه خرد هبيع الواحد بخمس يبقى ده ده فلوس جيالي بس فلوس يعني احسن من بلاش هروح اشوف انا الفلوس اللي جالي قد ايه يعني هو معايا 70 ورايح يبيع مش عارف بقى يطلبه قد ايه عشوائي بقى مفروض الموضوع ده عشوائي بس انت بتعمله عشوائي بناء على مين بناء على اللي موجودة عندك اللي هو الخبر الجيد نسبته قد ايه الخبر الضعيف نسبته قد ايه الاخبار دي بيبيع قد ايه فبناء على انت بتحدد له بقى رقم معاني يشتريه بتقول له روح حد 70 وانزل بيع فينزل الراجل بال70 كل مرة يلاقي الناس عايزة 90 عايزة 100 عايزة 90 عايزة 100 يبقى انت اصلا يستميل يبقى انت جده اديته رقم غلط يبقى انت ضليته هو كل مرة بيبيع اللي معاه كله اه بس ده مش اعلى مكسب ممكن يحققه اعلى مكسب كنت تقول له هاد 80 مثلا كان ممكن يحقق اعلى مكسب اكتر فده السيميوليشن يفيده بقى في دي او انت السيميوليشن عايز تاخد من خلاله قرار فبتران السيميوليشن بناء على النسب اللي عندك وتشوف البروفيت اللي هيطلع لك في الاخر قد ايه البروفيت هنا هو ايه قال لي اللي هو الديلي بروفيت البروفيت اليومي اللي هو ايه بقى قال لي نجيب الريفينيو اللي احنا جبناه الفلوس اللي جات لنا ونترح منها الكوست بتاع اليوزبيو اللي احنا اشتريناه في الاول اللي هو 70 فيه 33 اللي احنا دفعناه في الاول نطرحه منه ونترح منها اللوست بروفيت لو كان فيه لو الناس عايزة حاجات وما كادش معايا كتعد كتسبني كام كاز اطرح وتزود عليها لو انت باعت حاجة اللي هي الخردة دي زودها لان دي فلوس جات لك في النهاية كده المعادلة دي بتطلع لك المكسب اليومي ده المكسب الحقيقي بقى مش المكسب اللي هو انت دفعت كام وخدت كام فتطرحه من بعض لأ ده المكسب اللي هو كان هيتحقق في اليوم ده بعد ما تحسب البروفيت اليومي بقى تعيد تروح لليوم اللي بعده واللي بعده وهكذا عشان تجمع البروفيت كلها في الاخر وتعرف المكسب بتاع العشرين يوم هيبقى ايه فلو بدأنا باليوم الاول هتلاقي عندك راندم نمبر مثلا اللي هو 94 ده جيفن طبعا الراندم نمبر ده هيروح يقول نوع الخبر النهاردة ايه فيروح يدور فين اللي 94 قال لي 94 دي موجودة فين اللي 94 دي موجودة هن من ال81 للصفر فهيبقى الناهاردة الخبر بور يبقى يكتب هنا بور 77 يبقى الخبر ايه 277 قال لي موجودة هن من 36 ل 8 يبقى الخبر النهاردة ايه فير يبقى يكتب فير 29 lore قال ليه برضو هنا يبقى فير برضو تاني 45 فير 43 فير كتبنا كده نوع الخبر يبقى ده الجدول الاولاني او distribution الاولاني نفعني في تحديد type of news day بعد كده حيروح يقول له ايه انا عايز random numbers اللي هيحدد لي حجم demand قد ايه النهاردة فحيروح يقول له انت عايز دلوقتي كامل رقم يقول له 80 هروح ادور فين ما انا عندي هنا فيه intervals وهنا فيه intervals وهنا فيه intervals قال لي بناءا على مين بناءا على نوع الخبر اللي انت حددته في الخطوة اللي قابليه فيقول له هنا بور يبقى بور يبقى هو بيدور فين يبقى يدور في العمود بتاع البور بس اللي هو العمود ده وبيروح يشوف بقى التمانين دي موجودة فين قال لي التمانين دي موجودة هنا في السبعة وستين لاتنين وتمانين يبقى شوفنا التمانين هنا انما انت عايز لو انت بتدور على التمانين مثلا في الفير هتلاقها موجودة هنا ولو انت بتدور على 80 في الجود هتلاقها موجودة فين هنا؟ يعني دي موجودة في مكان يعني ده بتديك ديماند 60 والتانية بتديك ديماند 70 والتالتة بتديك ديماند 90 هو نفس الـ random number اللي هو 80 بس ده كان مع نوع الخبر النهاردة كان ايه؟ فبناء على ان ده بور يبقى بناء عليه هيتلب 60 يبقى ديماند هنا 60 بعد كده هيروح يحسب هيدرب 60 في 8 الجورنال اللي هو بيبيعه اللي هو 60 في نص اللي هو يجيله بعد كده بس انا هنا عايز اكمل بس اكمل بقية الديماند في العمود وبعد كده بقى ارجع احسب بقى الارقام فهيروح لل العمود اللي بعده يقول له هنا در رندم نمبر 20 نوع الخبر ايه يقول له فير يبقى يدور في العمود بتاع الفير وكامل 20 قال لي في الانترفال دي يبقى تديك كام يبقى 50 يبقى هنا هنحتاج هنا 50 وهكذا بنفس الطريقة هنطلع الديماند بتاع كل يوم طلعنا الديماند بتاعت كل يوم بتاع الخامسة ايام مثلا بعد كده بقى نروح نحسب هيقول لي هنا دي 30 دولار جابة منين التلاتين دولار هو بقى 60 والواحدة بايه بخمسين سنت يبقى يطلع لي 30 دولار 300 سنت يبقى يكتب هنا 30 دولار يبقى ده الفلوس اللي هو طلع بيها في نهاية اليوم باعة 60 راح تبيعهم كلهم هو كام معاه 70 طلبوا منه 60 راح باعة 60 بقى معاه دلوقتي 30 دولار فيه بعد كده فيه دلوقتي لستو بروفت حصل قال لي لا ده هو كام معاه بزيادة اصلا وهل بقى فيه سالفج موجود قال لي اه فيه في معاه عشرة دلوقتي روح بيهم هيعمل بيهم ايه هيبقى راح بيحهم خردة هيبقى هزاي هيضرب العشرة عددهم فيه الخمسة سنت لانه هو قال لك في اول السؤال او من ضمن المعطيات اللي عندك وهو ان الحاجة دي لو ما تبعتش يبقى انت في نهاية اليوم هتبيع الواحد بخمسة سنت فهيبيع العشرة كلهم بنص ايه بنص دولار حلوين حلوين نص دولار احسن مما فيش طيب في نهاية اليوم ده المكسب بتاعي بقى قد ايه البروفت بتاعي قد ايه تعال نحسبه هيوم جاي رايح حاسم التلاتين دولار اللي هم الريفينيو بتوعه اللي هم اجابه ناقص المبلغ اللي دفعه وبيشتري الحاجة دي اللي هم تلاتة وعشرين وعشرة سنت تلاتة وعشين دولار وعشرة سنت اللي هو المبلغ اللي اشتري بيهم اصلا نيوزبيبر الصبح يبقى ناقص المبلغ ده ناقص صفر لانه مفيش طبعا حصل عنده elected profit زائد الايه السالفتج اللي هو المبلغ اللي باع بيه اللي هو نص دولار جمع بقى دول يبقى يطلع له في الاخر ايه سبعة واربعة سبعة دولار وربعين سنت سبعة واربعة من عشرة دولار سبعة دولار واربعين سنت يبقى ده المكسب اليومي الحقيقي بتاعي ما حدش يوم جاي رايح طارح بقى ايه على طول لا ده بنازم نحسبها بالطريقة دي اليوم التالي بنفس الطريقة بقى حسب طلب منه خمسين باع الخمسين الدوله خمسة وعشرين دولار وباع العشرين اللي بقين معاه بدولار والمكسب بتاعه اصبح في اليوم ده اتنين وتسعة من عشرة دولار بس ودي جات منين من خمسين في خمسين سنت او خمسين في نص دولار يعني يطلعوا خمسة وعشرين دولار وهنا دي جات منين العشرين اللي تبقوا معاه في الخمسة سنت فيطلعوا له واحد دولار ودي جات منين او بنفس الايكوشن اللي موجود حيروح في اليوم التالت والرابع والخامس كله بنفس الطريقة جي في اليوم الخامس لقى ان الناس طلبه تسعين وهو كان معاه سبعين في الحالة دي حيبيع السبعين اللي معاه كله فيقول له خلاص انا حبيع السبعين كلهم اللي هم عبارة عن خمسة وتلاتين دولار اللي هم خمسين سنت او نص دولار في سبعين في عدد سبعين يعني خمسة وتلاتين دولار نطبعا بيتكلم على الخناليسة اللي قابلي فهيروح يبيع السبعين فهيبيعهم برضو بخمسة وتلاتين دولار هنا بقى فيه لست بروفيت اتوجد جي منين اللست بروفيت قال لي جي لان انا كان معايا سبعين والناس طلبت مني تسعين في عندي عشرين دلوقتي كنتم ممكن ابيحهم لو كانوا معاي وما كانوش معاي يبقى فيه مكسب راحة علي كمتو هتبقى كام قال لي كمتو يبقى طبعا الاول الخمسة وتلاتين دي جات من اين جات من حاصل ضرب السبعين اللي معاه في نص دولار فيس خمسين سنت او في نص دولار اطلع له خمسة وتلاتين دولار خلاص تمام يهمني بقى هنا اللست بروفيت دا جي من اين العشرين اللي هو العدد العجز اللي عنده مضروف فيه السبعتاشر سنت اللي هو المكسب فيه الجريدة الواحد بيشتريها بتلاتة وتلاتين وبيبعها بنص او بخمسين ففيه 17 سنت مكسب المكسب دا كده راح عليه يبقى نضرب العشرين في السبعتاشر يطلع له تلاتة واربعين تلاتة دولار واربعين سنت دا كده لست بروفت وبالتالي مش هيبقى فيه برضو وما نيجي نحسب المعادلة هيطلع لي في الاخر بقى ايه الخمسة وتلاتين ناقص التلاتة وعشرين وعشرة اللي هي اللي احنا اشترينا بيها ناقص اللست بروفت زائد صفر يساوي في الاخر التمانية ونص ايه دولار اللي هو ده المكسب اليوم عايز بس ناخد بالنا من حاجة هنا يعني بص كده ما بين اليوم اللي هو الرابع واليوم الخامس اليوم الرابع باع كان طلب منه سبعين وهو معه سبعين فباحهم بالخمسة وتلاتين وما كانش عنده ولا لست بروفت ولا صالفج فبقى مكسبه 11 دولار وتسعين سنت اليوم اللي بعده هو جاء نفس الفلوس اللي روح بيها ايه 35 بس انا لما حسبنا له مكسبه كان كام كان 8 ونص دولار او 8 دولار وخمسين سنت مع انه باع مع انه في الاخر معه 35 دولار هنا ومعه 35 دولار هنا بس زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنحسب البروفت بناء على الاكوشن اللي قدامنا دي علشان نحاول نوصله دايما لأعلى مكسب اللي هو كان دايما في اليوم الرابع ده ده كان اعلى مكسب ممكن يوصله انه يبقى معاه سبعين ويبيع السبعين يشتري سبعين ويبيع السبعين ما يتبقاش الناس عايزة تمانين ولا تبقى الناس عايزة ستين يبقى نفس العدد هو ده اللي اتباع في الحالة ديه ده اعلى مكسب يقدر يوصله انا عايز اوصله بقى للرقم ده انا عايز اعمل السيمليشن ده كله عشان اوصله في الاخر للرقم ده اللي انا اقوله سبعين او ستين او خمسين وهكذا طيب بعد ما اتخلص طبعا انت بقى ايه الملاحظات بقى لده الكلام اللي انا قلته دلوقتي ان في اليوم الاول كان عنده ايه الطلب منه ستين فباح باع الستين بتلاتين دولار بعد كده السالفج كان خمسة سنت الواحد فباحهم بايه خمسين سنت اللي هو نص دولار والمعادلة دي اللي حسبت له البروفيت في الاخر في اليوم الاول بعد كده في اليوم الخامس بيشرح لك برضو ايه اللي حصل ان احنا باعنا السبعين اللي معانا بخمسة وتلاتين دولار لان كان معانا سبعين بس بس كان فيه اديشنل عشرين بيبر لو كانوا موجودين كانوش معانا فبناءنا عليه ده بنقول عليه لوست بروفيت وبنحسبه بنضرب العشرين في المكسب بتاعي فبيطلع لي مكسب كزا اللي هو كان هيجيلي ده كان هيجيلي فبطرحه من المكسب اللي معايا او من البروفيت اللي معايا فبيطلع في النهاية البروفيت النهائي بقى الاجمالي هو كان تمانية ونص دولار بتتم بقى السيميوليشن ديت على عشرين يوم فبعد العشرين يوم بنفس الطريقة بقى شايفين الاكوشن هنا بقى بعد العشرين يوم هتلاقي بقى فيها التو برامتر شغالين اللي هم بتوع اللوست بروفيت وبتاع السالفج اللي اتنين بيليهم قيم لان بقى هو اعمال يجمع بقى بيجمع كل الايام يعني في اليوم الواحد كان بيبقى يا اما فيه لوست بروفيت يا اما فيه سالفج انما في ما تجمع بقى على مدار عشرين يوم التوتل كله على مدار عشرين يوم فبتلاقي دي لها تجميع قيمة ودي لها قيمة بس اما حاجة انه تعرف ان دي بالسالم لازم تبقى بالسالم لانك بتطرح اللوس بروفيت من القيمة اللي معاك لقينا الراجل ده بعد عشرين يوم بقى معاه مية اربعة وسبعين دولار وتسعين سنت المفروض ان انا بقى السيميلوشن دي تتعمل مش لعشرين يوم تتعمل بقى اليوم كتير نزود ونقص بقى وكمان لو انت عتعملها على عشرين يوم انت ممكن تعمل التجربة دي على عشرين يوم بس تعمل فور بقى تعملها كذا مرة يعني تعملها مثلا مئة مرة متين مرة كل مرة على عشرين يوم على عشرين يوم ففي مرة هتلاقيها طلعت مئة اربعة وسبعين دولار في مرة هتلاقيها طلعت مئة وتمانين دولار في مرة هتلاقيها طلعت مئة وخمسين دولار تقعد بقى تجمع وتقس تاخد الأفريج يعني انت هتعملها على عشرين يوم بس مئة مرة وتجمع الكيم اللي طلعت لك وتقسمها على مية يطلع لك مثلا في الآخر الحزبة دي 170 دولار يبقى ده البروفيت بتاع العدد 70 جورنان في 20 يوم يبقى ده اللي اعتمده اروح اغير بقى ال 70 ديت واخليها مثلا 80 وران برضو ال 20 يوم دول 100 مرة تاني واطلع average تاني وقارن ما بينه وما بين مين ما بين ال 175 اللي انا جبت طلع في الثانية مثلا 175 يبقى اذا 80 احسن من ال 70 يبقى اجرب بقى بعد كده 60 يمكن يطلع على ال 60 احسن من ال 2 وهكذا انت تقدر تعمل ايه من السيميوليشن دوت لو انت عايز يعني تعمل انا مش هديك تاسك بكاسايمنت انا قددتكو خلاص تاسكة على السيميوليشن اللي فات فمش هديكو تاسك دلوقتي ولكن انا عايز اقول لك اه اه what to do انا اقدر اعمل ايه you can do the following وnot only يعني لازم تبقى لازم not only دي تحط تحتها 100 خط ان مش بس ده بس على اقل يعني على الاقل التلات نقاط دي لتقدر تعملهم ان انت تعمل السيميوليشن ده نمرة واحدة عن طريق برنامج نمرة اتنين ان انت هتريبيت او تعتبر بقى نمرة واحدة اعتبرنا خلاص ان فيه برنامج هتريبيت السيميوليشن ديت many times وناخد ال average من total profits فانت عملت السيميوليشن ببرنامج بسيميوليت عدد n من المرات ادن الهيام وتفور الكلام دوت كده عدد m من المرات وتاخد في النهاية ال average ال average اللي هو average the total profits دي نمرة واحد نمرة اتنين هتغير نمبرز بتاعة البرشورد ايه نيوز بيبر يبقى عطوف انت هتشتري مسلا في التجربة دي كلها كده ما بتعملها كنت اقيله اشتري سبعين هتعيد التجربة دي تاني وتقوله اشتري ستين وتعيد التجربة دي تاني وتقوله اشتري تمانين وتعيد التجربة دي تقوله اشتري وهكذا يعني انت معك برنامج بقى دي نمرة اتنين وفي كل مرة هتطلع برضو مين ال average total profits في كل رقم يبقى تبقى كاتب كان ان السبعين ده كزا والستين ده كزا والثمانين ده كزا والمية ده كزا القيمة عدد الجرائد اللي هيشتريها وال total profits ال average بتاعه قد ايه نمرة ثلاثة تعمل بقى او تدروه graph يبين العلاقة او relation ما بين مين ما بين السبعين وال total profits والثمانين اللي هو عدد number of ال purchased newspaper وما بين total profits يبقى عندك هنا كده علاقة كده ما بين هنا ده ده ال x اللي هو عدد الجرائد دي مثلا 10 20 30 لغاية 100 وهنا في كل مرة تقول له هنا ده ده ال profit ده ال profit اللي هو مثلا هنا كسبنا مثلا هنا 10 دولار كسبنا هنا 20 دولار 30 دولار يبتدى تشوف عند العشرة كسبنا قد ايه ودي كسبنا قد ايه دي كسبنا قد ايه دي كسبنا قد ايه كده يطلع عندك graph أو function بالشكل ده تبين لك اعلى نقطة كانت فين بالزبط اللي هو بقى تروح تقول له روح اشتري روح خد الرقم دوت اللي هيطلع لك اعلى مكسب هيطلع لك اعلى profit كده يبقى انت استفدت من السيميليشن عايز تستفيد من السيميليشن اعمل لانا بقول لك عليه ده عايز تمشي حالك خلاص اعرف الحاجة دي شغالت زي وخلاص يعني انما ده هي دي الاستفادة وهو اني لازم يكون عندي برنامج simple program يعمل لي الخطوات البسيطة جدا اللي انا قلت عليها دلوقتي دي خلي بالك ان انا ما قلت لكش بقى روح انت اعمل distribution وجنريت distribution وبناء عليه بقى يبقى انت بقى محتاج انت اصلا تعمل لي function تعمل لي distribution دي exponential والا دي هدواصون والا دي هتبقى normal والا دي هتبقى طبيعتها ازاي وجنريت random numbers واخش من خلاله وكذا لا انا ممكن خلال البرنامج جاست بس ان انا هحط random numbers مش اكتر من كده function هتجنريت random numbers بس اللي هي function اسمها random هتطلع لي ارقام عشوائية بس كده انما مسلا التوزيعات بقى هبقى عاملها في جدول هو يروحيكم بقى يبص فيها بس look up في الجدول ده يشوفوا وفقانه interval يختار القيم تمام زي ما انتم عملتم في simulation اللي فات بتاع نفس الفكرة هو نفس الفكرة بس طبيعة الجدول اللي بيظهر مختلف طبيعة الحسابات اللي بتظهر في الاخر مختلفة والجراف اللي بيظهر بيديني معلومات جديدة غير المعلومات اللي كان بيطلعها لي الجراف التاني انا ممكن في simulation العادي اطلب منك جراف اقولك طلع لي العلاقة ما بين الوقت time وما بين عدد الناس اللي موجودة فيه assist فتقول لي في الوقت دوت كان فيه واحد في الوقت ده كان فيه اتنين في الوقت ده كان فيه تلاتة في الوقت ده كان فيه اربعة فتلاقي نفسك عملت اعمل لي ايه شكل زي زي الشكل ده عملت اقول لي في كل وقت كان عدد قد ايه اذا انا الحاجات دي تهمني قوي انا يعني الشخص اللي يهتم بالحاجات دي هي تفرق معايا كتير ان انا مش مجرد جاست اعمل ال table وخلاص واجري لا ما بعد ال table هو الاهم بالنسبة لي وهو عملية تطليع القيم وحساب ال performance وحساب الجراف كمان بالنسبة لي مهم جدا اني يبقى عندي جراف يواريني اللي بيحصل سواء الجراف ده اللي بيواري لك ال profit وكان شبيه به الجراف التاني بتاع المغزن اللي كان حيواري لك هو انت كون في كل نقطة المغزن عامل ازاي كان عندي فيه شورتج كم مرة المغزن كان بينقص بمعدل قد ايه بمعدل سريع ولا معدل بطيق ولا ايه بالزبط